السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ازايكوا يا جماعة يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. نهاردة ان شاء الله انا اطلع على السطح وبازن الله تشوفوا معي حاجة كويسة جدا. انا وانا بعلب كده يعني بعلب كده زي العادة بالصدفة كده ببص لقيت اه لقيت في فرخين اتنين اه بيجروا في الارض يا هين. فرخين صغيرين. يعني لسه طلعين من البيضة. طبعا الفراخ ديها لاني مجدش عارف عنها حاجة لاني انا لقيتها بالصدفة كده يعني في الاوضة واني بعلب. لجل الحظ لقيت الفراخ اه والروم بيجروا وراهم لانهم كده كده صغيرة طبعا يعني واعتبر مستغربية من حاجة زي ديت. وللاسب بقى انا ما نهطهمش. فببص لقيت بسم الله ما شاء الله اللي انت هتفضل معي دلوقتي ديت. تعالوا يلا كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وحطوا لايك للفيديو. عايزة لقيت كتير. اه للفيديو. انا نظر تلك اللايكات. اللي حاب يحطوا لايك يحط. قولي حاب يحط ديس لايك يحط. ما فيش اي مشكلة خالص. انا بزعلش يا جماعة. تمام? بس اهم حاجة. محدش يخرج من الفيديو. الا ازا كان هو حاضد لايك او ديس لايك. علشان اعرف ازا كان الفيديو عجبكم ولا لا. تعالوا بنا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف الفيديو بتاعنا. وهقول لكم على شوية معلومات. هتفيدكم كويس جدا. اه في الحاجة اللي انت تشوفها معي دي. تعالوا يلا. تعالوا بقى كده نشوف المفاجئة الحيوة بتاعتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده جماعة البلاكونة بتاعتي بتاعة السطح زي ما انت شايفين. انا قفل عليها وسد عليها هنا. وحطة فيها جوة. البوتة تندلت. ما شاء الله رائدين جوة. وبعيد عن الطيور خالص. يعني ممكن يكون فيه فرخة بطلطة ولا حاجة. ودي سبب الكتكوتين اللي انا قلت لكم عليهم لقيتهم بيجروا في القضاء هنا. يمكن فيه فرخة منهم نطط وبطل تحت البط اللي هو انهم جوه هنا. انا عزلتهم اه كنت عزلها علشان قلت لكم قبل كده. لو انت عايز تجيب انتاج كويس من البط لازم تعزل البط الواحد. بعيد عن الفراغ. بعيد عن الطيور. بعيد عن اي حاجة. وفعلا ده اللي انا عملت. بسم الله ما شاء الله هتشوفوا معي منظر كويس جدا. وكلكم ان شاء الله. يعني هتشوفوا المنظر معي. تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا ونخش نشوف البط بتاعتنا. وهقولك برضو على شوية حاجات بازن الله هتستفدوا منها كويس جدا. ده يا جماعة المكان بقى اللي انا قيل نايم فيها البط زي ما انتم شايفين كده. آآ عزلها في مكان الوحيدة في البلكونة. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. يمكن وانا بفتح الباب دلوقتي. الديوك دي دخلت دلوقتي. انا هشيلها دلوقتي. وتعالوا بقى كده نشوفوا المنظر معي. آآ بط تان اتنين نايمين ما شاء الله في عدية واحدة. علشان كان فيه ناس بتقول لي ينفع البط تاني اليومهم. وآآ كان فيه برضو اكتر من حد كان ساء القلم وشايماء آآ البط تاني عندي ما بينفعوشي. تعالوا بقى كده نشوف المنظر اللي انتم هتشوفوه معيه دوت. انا هخرج الفراخ كده الوقتي. وتعالوا نشوفو المنظر. زي ما انتم شايفين هو. بسم الله ما شاء الله البط تاني حايفين على يمكن آآ من زمان مطلع ليش البط ده كنت مرة يعني كنت كله مرة بتشوفو معي باسم الله ما شاء الله منظر البط يمكن ده اول مرة يعني ايه يبدأ بقى ان يطلع بط صحيح عندي. كم مرة يعني بقى تصور كده الكل بط تطلع بطتين تلاتة مش عارف ايه بقالوا كم مرة مرة يفلحش عندي. آآ يمكن ما اعرفش يمكن آآ كم كترة طيور او كان الوزة معاهم الحاجات ده كلتها. فانا احسن حاجة ان عملتها الضد ده ورحت انا جايبها البطتين اول ما بضع لطول. رحت نقلهم في المكان ده. وسبت معهم الدكر وعندما جوا من يومهم امتشان الدكر وراح البطتين نايمين مع بعض. بسم الله ما شاء الله هشيلهم دلوقتي وانت هتشوفوا النتيجة معي. آآ علشان تجيب انتاج كويس من آآ من البط لو انت عندك البطة رائدة ولا حاجة. وعايز اجيب منها انتاج كويس اعزي لها الوحيدة زي ما قلت لك قبل كده. عندما تجي اصبات شيل معها من معها الدكر خالص وسبين. هتلاقي ما شاء الله انتاج زي الفل يفرح زي ما انا هوربو لكم كده دلوقتي. آآ انا عند البطتين بسم الله ما شاء الله كان يمين على الاكتر يعني من تلاتين بطة. آآ بيضة اصدقى. كان يمين على الاكتر من تلاتين بيضة. ما شلتش ولا حاجة. لان العداية ما شاء الله كبيرة. وصبت الاتنين عيمين زي ما هون. لان لو كنت نشلت واحدة وصبت واحدة فانا هيبقى البطت كتير اول. ولو كنت خدت واحدة وحطتها في عداية او في مكان تاني ما كانش هتنام. كانت هتقوم. لانا قلتلك يا جماعة البيض البطت ما بيت نقلش. علشان كده رحت تاني سابهم ليه اتنان وقلت هم وزرفهم. وبسم الله ما شاء الله الانتاج والنتاجة زي ما انت شايفين زي الفل. حاجة تفرح كده. انا هشيرهم دلوقتي منهم على البيض وهتشوفهم عايد. هم دلوقتي مش عايزين يقوموا لانه كلاتهم طبعا خايفين على ولادهم. البطتين اللي لانه فيش واحدة يقوم عايزة تقوم. فقالوا بقى كده بسام الله ونشوف كده ونعد بقى طلع لكم بطة. انا فعلا اول مرة اشوفهم. والله اه يعني انا بصراحة ما اعرفش هم طلعوا لكم بطة. تعالوا بقى يا جماعة كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشيل اول بطة كده معانا. لان طبعا احنا مش هنعرف الا ما نشيل بقى احدا منهم بطة منهم. فقال نشيل اللي فوق دي كده. لاش عايزة تقوم علشان. عايزة تسير عيالة. سبحانها اللو. انا شلت بطة يا جماعة من من البط اللي ناين وسبت واحدة بس. هون شاء الله برضو هشيل التاني. زي ما انتم شايفين بصعوبة عم قامت لان طبعا مش هانا عيالة هتسيب عيالة وتقوم. تعالوا بقى كده نشيل دل اخرى. هون برضو علشان ايه? نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنشوف تحتها انت ايه? طبعا بقى لو انتم عايزين انتك بطة زي اللي انتم شايفينه قتامكو ديوت ده ما شاء الله حاجة ديفتح النفس. بسم الله ما شاء الله اللهم صلى عنك. لو انت عايزة انتك زي دوت انشيل البط بتاعك طالص من عنده ديور. تمام? يعني ما تربيش بط مع فوست بط فوست وز فوست رومي فوست فراخ. لأ. احسن حاجة ان انت لو انت عايزة انتك كواس من البط اعزلي الواحد. انت شايفين? انا عند البراكونة ديها. بتاع طبعا بتاعة القوضة اللي هن بربي فيها طيور. عزلتها الوحيدة لانه ما بربيش بها حاجة. كنت ساعة بربي فيها بط بس انا شبته القطة فاضية كده. اول ما البطتين دلت بادهم رحتاني جايبان في المكان دوت وقلت ايه? علشان لما يخلصوا اقفل عليهم ويبقوا منعزلين الواحد. ودي فعلا دايما انه كنت بقول لكم. تمام? فانتو لو انت عايزة فعلا انتك كويس وعايزة البطة تعملت انتك حلو كده من البيت. حاولي انت تعزلها في مكان يكون الواحد. ما فيش في فراخ ما فيش في اي حاجة. فانت لو انت عايزة فعلا انتك كويس من البط اعملوا زي ما احنا ما عملنا كده. تمام? فتعالوا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اه خلي بالكم يا جماعة الناس اللي هي بتقول لي اه كان فيه حد يسألني قال لي ان عند البطاتين نايمين مع بعض. بس البطاتين اه بيضح رجوا البيت وعندما يجي في الولدة بيموت ومش عارف ايه. وانا كنت قلت لكم لو اه البطاتين اتنين مش هينفوا مع بعض. ممكن تشيل واحدة لان في ساعات ببقوا بطاتين اتنين بيهايفوا البيت. لو انت عندك العدد قليل ولا حاجة مش كتير. ممكن تحطي البطة الشطرة. بس على العدد بتاع البط لو انت مسلا عند الخمساشر عشرين. وقوم الشاي ل البطة التانية. تمام? لو انت عند الكمية كبيرة زي اللي هي نادية زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اه حط البطتان اتنين. لان طبعا هي عمرها ما اتنام على تلاتين بيضة اوه الكلام ده كلاته. يعني ده كده بسم الله ما شاء الله يعتبر احسن من الفقاس. انا حطت كم دورة في الفقاس. هبط بط بالزاد. اه بصراحة ما طلعش. وفي ناس كتير بقى التساءل بتقول البطة مشايمة بتاع البطة عمل اه? انا عملت لكم حلقة اعليه وكان يا دوبك تطلع كده كانت تمن بطات او تسع بطات بكتير. وباقي البطة كلاته باز. يعني بصراحة اه كانوا بقى يقولوا طلعوا نصف ساعة واعملوا. احنا فعلا عملنا تبع التعليمات اللي هما بقى يقولوا عليها. بس هي في بطة البط بصراحة اه باز طول. يمكن بطة الفراخ. ما شاء الله يعني فيه كويسة شوي. نعم بطلع اه في كل الدورة يجي عشرون بطة بايز. بس بتطلع نسبة حلوة يعني مش اعتبر خلاف نسبة البطة. تمام? فتعالوا بقى كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. وكلاتنا نحط لايك للفيديو. ويلا بينا نشور نشير كده البطة. مش كده تقول نسيبها ايه. تحالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم صلى عني. ننظر بس اللي ما كان كده الاول. اهو فل الصبيضة هي بس شكلها كده ميد. هي هرسها بس شكلها ميد. شارك برده ناسيبها. يعني لسه هنا برده كان بيضة هي اعتبر هنا واحدة بايزة مش بتطلع اهيات. بس الباقي ده كله ما شاء الله بتاليه. تعال بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف البرط بتاعنا هو كلته ناشفة. علشان آآ ما فيش حاجة طريقة ولا حاجة لأ هو ما شاء الله كله ناشف. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهو. انا فعلا والله العظيم اول مرة اشوف معاكم المنزر دوت لان انا ما حسبت لاش خالص. يعني انا سبتها بالبركة كده في البلاكون. وبالظروفة لقاتي اضوبك فرخ كده او فرخين طلعين بيجروا في قلب الاوضة كده. انا قلت الفراخ دي جاي من هنا اتابة كانت في فراخ. يعني كانت في فراخ آآ جات هنا. بضت بطين وفعلا طلعهم. ولقاتهم بيجر في الاوضة. بس للأسف معتوا الاتنين. لان الفراخ جري وراهم موتهم. تعالوا بقى كده نعد بسم الله ما شاء الله. الله ما صلع النبي. شايفين زي وزي المسكوفة بالزبط اهو. دي لون لون المسكوفة بالزبط. انا جبت الكرتونة هي تطفشوة المشاردهم. كانوا موجودين على السطح. هنعدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده كأنها كان واحدة. اهو. ده كده حلاشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. كده خمستاشر. سهواني بقى يا جماعة. عشان انا بصراحة المكان ديق. مش هلفعه. نقولنا كده خمستاشر. ما شاء الله. تعالوا بقى كده. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. تسانتاشر. عشرين. واحد وعشرين. ده تلاتة وعشرين هي لسه يعني ممكن يعرقهم آآ يعرقوا فسط بعضهم بقى مش هسومه. هي ناشف شوية بس ايه? يعرقوا فسط. احنا كده قلنا تلاتة وعشرين. ماشي. خلوكم ركزنا عشرين لنسب سورة. كده ربعة وشرين. ستة وعشرين. ده كده يا جماعة ده سبعة وعشرين. هي ضعفة شوية بس بسم الله ما شاء الله هي هتنشف وسطها. وزي ما انتم شايفين هي هرسة الاشر كول لاتو اهيت انهم هم مبطتان اتنين. وهرسين الاشر كول لتحت منهم اهو. آآ حتى كانت فتحة الواحدة ماتها لعطواشي حتى تشوف. لا ده هي ابتها لصحية. هي سبحانه الله صحية. اه? انا هسيبها لها بقى هي تكمل. بس هي ناشفة. ده كده انا فتحت لها هيت زي ما انتم شايفين. انا كنت بحسبها صحية بس هي ما كنتهاش. بس يعني للاسف لقيتها ميتها في قلب البيضة. فدي كده خلاص هي مش هتنفع. هنسيبها على جنب. آآ دي بضل برضو زرقه هيت. يعني بتهيل الزرق دي خلاص مش هتنفع. برضو برضو هنشيلها على جنب. اما الاربع برضو زرق. هنسيبها يوم واتنين. لو طلعتهم خاروق بركة ما طلعتهم شي خلاص يبقى ده ناصبنا بقى. والحمد لله زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. حاجة تفرح للقلب. احسن من آآ الفقاسة. بجد والله يا جماعة بأمانة. احسن من برض اللي برض البط اللي بتحط في الفقاس. يعني انا آآ بقيت قليل من البيض كم دفعة وبقيت اقول خلاص بسم الله ما شاء الله. يعني شوف ملو طبق فيكم بيضة. مرتان اتنين. دورتان اتنين. ما طلب ليش فوم ولا بطال. فكن آآ ربنا بقى اعود صفر خير والحمد لله. وزي ما انتم شايفين. آآ الشكل الجميل اللي يفرح دوت. ودي بقى كانت المفاجأة بتاعتنا يا جماعة لانا كنت قلت لكم عليها. اهي. ممكن فعلا آآ انا ما حسنت لهاش. ولا رشات مية ولا عملت اي حاجة. ولا جيت يميتها خالص. انا من يوم ما يعني ما هي نامت. البطال دورت نامجا ربعة. وده وبقت احطولهم الاكل والشرب وخلاص ما بصرهمش. بص صدفة كده. يعني يمكن انا حتى لو ما كنتش طرعت النهاردة آآ اه اه احطر الفرخت آآ اكل ومية. ولقات الكاتكات مشي هكده. انا ما كنتش عرفت ان البطال بتاعتي دي طلعت النهاردة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.